لما يكون فيه عاصفة ترابية شديدة أو أمطار وسيول بتبقى النصيحة اقفل شبابيك بيتك كويس قوي لأن انت بيتك ممكن يبقى نظيف لكن لو مش مقفله كويس بعد مرور العاصفة انت هتشوف حاجة ما تحبش تشوفها هتشوف النظافة اللي المفروض انت شايفها جوا بيتك اتقلبت لشيء قبيح جدا كلام ده بينطبق بالزبط لو فيه عاصفة جاية على القلب الزمن اللي احنا فيه ده ما بقاش فيه حاجة بتستخبه السوشال ميديا خلت القلب يطلع على كل شيء شفنا بيوت بعض ولبس بعض وعربيات بعض وسفريات بعض وضحك بعض وهزار بعض فأصبح فيه عاصفة من المقارنة مفروضة على الإنسان ليه؟ لان البني آدم عقله دايما بيدور على الطمأنينة انا كويس ولا لأ؟ بعض الناس بيعرف يوجه عقله انه يطمن هو كويس ولا لأ من خلال علاقته بربنا انجازاته هل هي متناسبة مع سنه ولا لأ؟ بركز مع نفسه وكتير مننا ما يقدرش يعمل الكنترول دا إلا لما يركز بقى ويدفع التمن تمن ايه؟ تمن حماية نقاء القلب من الحقد أيوة العيون اللي اتفتحت من مصرين يقولك احنا نشرين الغسيل احنا نشرنا غسيلنا كلنا قدام بعض الكل شايف الكل وبالتالي العقل عايز تطمن وانا كويس ولا لأ مقارنة باللي زي واللي في سني واللي عايش جنبي واللي كان معايا في المدرسة لانا بقيت اشوف واحد كان قاعد معايا في الديسك وانا في ستة ابتدائي بصه هو فين وانا بقيت فين بقيت اشوف صاحبي اللي معايا في الشلة بيدحك قدقيه مع مراته في الصور وانا بيدحك قدقيه في الصور عندي ولا في البيت عندي وبالتالي مسئولية ان انا احمي قلبي احمي سلامة قلبي من ان الحقد والحسد يخش لي كنت بقرأ بحث في سايكولوجي توداي عن الصفات اللي بينكرها الانسان فقالك انت ممكن تواجه حد انه سرق انه خان انه كذب وممكن يعترف الا الحسد والحقد اني اقولك ايو انا متداعي ان فلان مبسوط واتمنى النعمة تروح من عنده قالك دي من اقل الصفات السيئة اللي ممكن واحد يعترف بيها ودائما بينكرها الانسان عشان كده انت ممكن يتسرسب لقلبك حقد وحسد فيفسد بسبب العاصفة اللي جاية على الزمن ده كله بسبب السوشيل ميديا واحد يقولي بس انا ما تربيتش على الحسد والحقد انا بوي امي ربوني على الرضا هي مش بالتربية اه انت متربي زي الفل بس انت معرض انك انت ممكن تحقد وتحسد لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين وفي تربية احسن من تربية الانبياء اذ قالوا ليوسف واخوه احبوا الى ابينا سيدنا يعقوب احبوا الى ابينا منا ونحن عصبة بص بقى الافعال ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلوا لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين هنبقى كويسين على فكرة ده حسد واذية وقتل وكمان اضمار هبقى توب بعد كده كل ده بسبب الحسد والحقد فالنهاردة لا فيه تمن لازم يتدفع وفيه مسئولية تجاه نفسي ان انا احمي سلامة قلبي من الحقد والحسد وبعدين ليه اعمل كده ليه ادفع التمن ده ادفع التمن ده علشان انا اعيش فراحة بال واعيش سعيد وراضي بالموجود عندي فاحنا النهاردة بنتحمل مسئولية حماية قلوبنا من ان يدخل لي الحسد والحقد اشتركوا في القناة